انطلقت أعمال الورشة التدريبية التي حملت عنوان العملات الإلكترونية بحضور نخبة من الخبراء الدوليين المختصين بشتى أنواع الجريمة وبمشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية والنيابة العامة إلى جانب مندوبين عن مصرف البحرين المركزي هذه الورشة التي يستضيفها معهد الدراسات القضائية والقانونية على مدار يومين متتاليين تأتي بهدف تسليط الضوء على حجم الأخطار الآتية من وراء تداول مثل هذا النوع من العملات الرقمية التي بات تداولها للأغراض الإجرامية أمرا مؤكدا من الواجب التصدي له حيث شكلت بابا للباحثين عن خصوصية التعامل مثل مروجي البضائع غير المشروع كمروجي المخدرات وتعد هذه الورشة فرصة جديرة بالاهتمام حيث تمهد الطريق للتفاعل مع المستجدات الراهنة المرتبطة بمكافحة الجريمة بأشكالها كافة من خلال طبيعة تلك المواضيع التي ستتناولها كموضوع آليات التعاون الوطنية والدولية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وقضية التداول في السوق السوداء إضافة إلى طرق استخدام هذا النوع من الجرائم وغيرها من المواضيع التي تأتي بموجب شراكة والآليات المعتمدة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولا شك من الموضوعات التي جدا مهمة وراح يتناول عدة مواضيع خاصة في هذا العنوان اللي هو العملات الإلكترونية هذا يأتي برنامج من ضمن برامج معدة ومخطط لها في السابق من قبل المعهد القضائي والقانوني لمملكة البحرين يستهدف الناس المعنيين أو المختصين في هذا المجال من المجلس لعلال القضاء والنيابة العامة ومصرف البحرين المركزي وكذلك المنتسبين من وزارة الداخلية كلها عملات ليس لها وجود مادي أو فيزيائي هي مجرد أكواد على الإنترنت بيصدرها مجموعات غير مركزية لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة ليس لها أي شكل من أشكال التعامل أو التداول النمطي فهي تمثل خطورة كبيرة في ذاتها ثم خطورة أكبر لمن سوف يستخدمها في غرض غير مشروع وتحدي كبير على القائمين على إنفاذ العدالة الجنائية في متابعتها وفي اكتشاف الجرائم الخاصة بها نحن نعني في ورشة العمل هذه ومن خلال شراكتنا مع الجهات المعنية في مملكة البحرين وضارة العدل، النيابة العامة، مجلس القضاء، الوضارة الداخلية ومن خلال شراكتنا مع مهد الدراسات القضائية نطرح من خلال خبرائنا هذا التحدي الذي يواجه استخدام العملات الافتراضية ونطرح ما لدى الأمم المتحدة من معايير وأدوات وخبرات في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية والاستخدام غير المشروع للعملات الافتراضية أو البيتكوين ترجمة نانسي قنقر